مرحبا وشكرا لم تابعتكم تيك ميشن اليوم سنعرفكم على واحدة من أهم العدسات التي ظهرت في عام 2021 سوني 700 فتح عدسة 2.8 G Master Mark II نسخة جديدة عن عدسة 700 G Master القديمة التي صارت تكنولوجيا تبعتها قليلا قديمة والتي كانت تشكي من مشكلة مهمة بالباك فوكسينج أهم شيء بهذه العدسة انها تفتتح حاصر جديد تماما عم تجدد في سوني عدسات جي ماستر القديمة وأنا كتير ناطر لشوف المارك 2 من 85 مليمتر جي ماستر ومن 24-70 مليمتر جي ماستر بس الأهم اليوم في عنا 700 جي ماستر الجديدة بمواصفات متقدمة حدة عالية أداء أوتوفوكس خرافي حتى مع ألفا 1 الكاميرا الأسرع اليوم وتصميم رائع جدا بوعودكم رح يكون فيديو ممتع تماما تابعونا قبل ما نبدأ هالفيديو خلوني ذكركم انه إذا عندكم مشكلة بموضوع اللغة بقوائم كاميرات سوني إذا ما عندكم لغة عربية بقوائم كاميرات سوني ومحتاجين اللغة العربية فنحنا ترجمنا لكم هاي القوائم ورحنا قدملكم إياها بشكل مجاني بالكامل روحوا على الرابط اللي بالشرح دوروا على هالمربع الأحمر بعد ما تضغطوا عليه رح يطلب منكم الاسم الإيميل ورقم التليفون ورح نبعد لكم ترجمة قوائم كاميرات سوني بالمجال فإذا سوني 7200 F2.8 G Master مثل العادة نبدأ بشرح الاسم سوني هي الشركة المصنعة سبعين متين مدى الزوم هذا كتير مهم وهلا رحكي لكم عنه بالتفصيل جي ماستر يعني من فئة جولد ماستر اللي هي أعلى فئة عدسات من عند سوني البعد البؤري سبعين ثمانين كتير مهم بيبدأ من سبعين المناسب لتصوير العائلة البورتري تصوير الرحلات تصوير أثناء السفر وصولا لميتين المناسب أيضا للبورتري بطريقة كتير رائعة ولكن أيضا للرياضات للحيوانات الأليفة وحتى الحيوانات البرية بكتير أحيان سبعين متين عدسة كتير كتير مهمة لازم تكون عند أي مصور هي بتكمل ثلاثة عدسات الزوم الشهير ستتاش خمسة وثلاثين أربعة وشرين سبعين بعدين سبعين ميتان ثالثة أنا شخصيا بميل دائما وأبدا للعدسات الأبعد والأديان بحب تصور بالمدى سبعين ميتان جدا بالمشاوير العائلية بصور فيه بمشاوير التصوير الفوتووكس بصور فيه وحتى بالفعاليات كتير ممتع التصوير بهذا المدى بس خلونا نبدأ من التصميم الخارجي العدسة جي ماستر بكل معنى الكلمة بني قوية جدا معدنية بالغالب وبتجي مع كولر للتثبيت على الترايبود وكمان للحمل وممكن نغير له وضعيته طبعا الكولر مانو متوافق مع أركا سويس وبالتالي محتاجين نثبت بليت عليه لحتى نحطه على الترايبود الرينج الأقرب للكاميرا هو رينج الزوم الزوم داخلي وبالتالي ما بيتغير طول العدسة لما منعمل زوم الرينج حركته كتير سلسة وجميلة وبربع دورة بس منتقل من سبعين اللي هي أوسع شي لميتين اللي هي أدي أشي الرينج الأبعد للفوكس أيضا سلسة وجميل وخطي لدرجة كبيرة يعني وقت ما نحركه من هون لهون بيعطينا نفس النتيجة بالفوكس بكل مرة هون عنا رينج فتحة العدسة من F2.8 حتى F22 وعنا وضعية A اللي بتخلينا نتحكم بفتحة العدسة من الكاميرا بالعادة بالعدسات بيكون في زر فوكس هولد بعدسات جي ماستر بالغالب بيكون في زرين فوكس هولد واحد للتصوير العرضي واحد للبرتري هون في عنا ثلاث أزرار فوكس هولد محلهم كتير مناسب وسهل نوصل لهم ونضغطهم اللينس هود عميق وكتير فاخر وبيتثبت بقص الخاص وعنا نافذة هون لتدوير الـ Polarized Filter إذا كنا عم نستخدمه بهاي المنطقة عنا الـ Function Switches وما في أكتر منهم Auto Focus Manual Focus Switch Full Time Dynamic Manual Focus إذا حطينا على ON بيخلينا منقدر ندخل بالـ Manual Focus بأي وقت حتى لو كنا على Auto Focus Focus Limiter بيعطينا خيارين يا أما بيخلي الفوكس من 3 أمتار للإنفينيتي أو بيخلي الفوكس كامل OSS أو مانع الاهتزاز من هذا الـ Switch ON و OFF ومن هذا الـ Switch الوضعية واحد للاستخدام العام اتنين للاستخدام وقت منكون عم نعمل Panning وثلاثة للاستخدام الرياضي لما بيكون في اهتزاز كبير وعنا كمان Click De-Click Switch هذا لمحبي الفيديو لما منعمله على وضعية D-Click بيصير فينا ندور الـ Ring تبع فتحة العدسة من دون ما توقف محطات ثابتة يعني مثل عدسات السينما تماما منرجع على Click بيصير الـ Ring يوقف عند محطات ثابتة كل تلت Stop مثل العادة وأخيراً في عنا سويتش Iris Lock هذا بيقفل فتحة العدسة لتكون إما يدوية بالكامل هيك وما في مجال ناخدها على A يعني ما في مجال نتحكم فيها من الكاميرا أو من الكاميرا بالكامل على وضعية A وما في مجال يروح على المانيول قياس الفلتر 77 ملي متر الماونت معدني وقوي وطبعاً العدسة محمية بالكامل ضد عوامل الطقس طبعاً هالعدسة تقيلة بالوزن وكبيرة شوي بالحجم يعني ما بتتثبك عن الجيمبل لكن هذا الشي ما بيعني أبداً إنها مهمة للفيديو حقيقةً هي جداً مهمة للفيديو أكثر ما بتخيلوا من حيث البعد البؤري أولاً ومن حيث الأداء تانياً خصوصاً أداء الـ Auto Focus مانع الاحتزاز ممتاز بالشراكة مع مانع الاحتزاز الداخلي بكاميرا ألفا 1 عم يعطونا أداء رائع جداً وفيكم تشوفوا النتائج بعينكم والفرق واضح جداً هي من دون مانع الاحتزاز وهي مع مانع الاحتزاز حتى أجرب مانع الاحتزاز للعدسة واحدة هي عم جربها مع Sony ZV-E10 اللي هي كاميرا ما في مانع احتزاز داخلي ما فيها آيبس هي من دون مانع الاحتزاز وهي مع مانع الاحتزاز وكمان متل ما كون شايفين نتيجة ممتازة الـ Auto Focus ما بعرف كيف بدي اوصفه يعني بين الـ Alpha 1 وهي العدسة عنا أفضل أداء Auto Focus شفتوا بحياتي بأي كاميرا وأي عدسة سريع ودقيق وذكي وما محتاج أي شي مني بيعرف لحاله وين بدي الفوكس وبيجيبه طبعا كل مزايا الـ Auto Focus شغالة وبمنتهى الدقة والسرعة الـ Auto Focus على العين والوجه على عين الحيوانات الطيور وطبعا سريع ودقيق على أي محتوى للصورة هون منشوف انتقال الفوكس بالصورة وهون منشوف انتقال الفوكس بالفيديو المتابعة لـ Tracking ممتازة متل ما فيكم تشوفوا من هالسلسلة من 91 صورة متتابعة صورتهم ورا بعض لبنتي على السكوتر وهي عم تقرب من الكاميرا يعني عنا تحدي كبير لنظام الـ Auto Focus لأنه عم يختلف البعض بين الكاميرا والشي اللي عم نصوره ومو بس هيك انا عملت زوم آوت خلال التصوير ومع ذلك وحتى اثناء الزوم آوت 91 صورة من 91 صورة الفوكس فيهم مباشر على عين بنتي ومن دون اي صورة وحدة خارج الفوكس نبدو الفوكس فوكس بريذنج موجود مثل كل عدسات جي ماستر لكن ضمن حدود كتير كتير ديئة وما ملحوظ حتى بالفيديو ننتقل لموضوع جودة الصورة وبجودة الصورة في عنا اخبار كتير حلوة مثل ما كنت متوقع ومتل ما تأكدت تماما بعد الاختبارات منبدأ من الحدة اعتبارها من 70 ملي متر بفتحة عدسة 2.8 الحدة بالمنتصف اكتر من رائعة ممتازة تماما وعند الاطراف ممتازة ايضا باداء ممتاز اعتبارها من 2.8 اذا انتقلنا لفتحة عدسة 4 الحدة بالمنتصف للساتا رائعة وبالاطراف صارت احسن واحسن 5.6 احسن واحسن وب8 حدة ممتازة من الطرف للطرف من دون اي فروقات بين المنتصف والاطراف مننتقل للبعد البقري 135 ملي متر اللي هو بعد بقري كتير مشهور للبورتري متل ما بتعرفوا اعتبارا من فتحة عدسة 2.8 عنا حدة ممتازة بالمنتصف حدة ممتازة عند الاطراف ما زالت بالمنتصف رائع عند فتحة عدسة 4 وبتتحسن اكتر واكتر على الاطراف وكذلك الامر ب5.6 عند فتحة عدسة 8 في عنا حدة ممتازة من الطرف للطرف من دون اي فروقات وطالما وقفنا عند 135 ملي متر خطر ببالي بدافع الفضول اني قارن بين هاي العدسة وبين السوني 135 ملي متر فتحة عدسة 1.8 جي ماستر اللي متل ما بتعرفوا انا بعتبره افضل عدسة عمل الانسان على الاطلاق بنفس الكاميرا ونفس الاعدادات ونفس البعد البقري ونفس الاضاءة حطيت الصورتين جنب بعض ومتل ماكن شايفين اذا حدا منكم بيقدر يميز اي واحدة هي ال 135 واي واحدة هي ال 700 يخبرني لانه انا مو ادرا نميز بنرجع لل 700 وعند 200 ملي متر فتحة عدسة 2.8 حدة ممتازة بالمنتصف وحدة ممتازة ايضا بالاطراف ربما اقل بشوي من ال 70 وال 135 لكن ما زالت ممتازة تماما بتتحسن اكتر عند فتحة عدسة 4 5.6 وممتازة تماما عند 8 من دون اي مشاكل بالخلاصة بالحدة هاي العدسة رائعة وتحفة تقنية حقيقية مننتقل للتشوه البصري ديستورشن 70 مم فتحة عدسة 2.8 ما في عنا اي ديستورشن ما في عنا اي تشوه بصري عم دقيق كتير ما عمشوف اي شي ربما شوية بينكوشن ديستورشن ما انا ملحوظة حتى بالعين عند فتحة عدسة اربعة وخمسة فاصلة ستة وثمانة النتيجة نفسها مننتقل للمية وخمسة وثلاثين مليمتر وهون منبدأ نلاحظ البينكوشن ديستورشن او تشوه الوسادة اللي هو انا بسميه التشوه المحبب لانه بعملنا الانضيغات الكتير حلو بملامح الوش لما منصور بورتري هذا تشوه ملحوظ لكنه خطي وقابل للتصحيح بالبروفايل بلايتروم او بالكاميرا اذا صورنا جيباج بمنتهى السهولة اذا انتقلنا لفتحة عدسة أربعة وخمسة فاصل ستة وثمانية النتيجة واحدة نفس البينكوشن ديستورشن ونفس القدرة على تصحيحه من دون اي مشاكل عند ميتين مليمتر عملاحظ انه نفس البينكوشن ديستورشن تماماً ما عم بزيد اكتر عن مية وخمسة وثلاثين وكمان مرة هو التشوه المحبب وهو خطي وقابل للتصحيح عند فتحة عدسة اثنين فاصل ثمانية عند فتحة عدسة أربعة خمسة فاصل ستة وايضاً ثمانية مننتقل لتعتيم الزوايا من سبعين مليمتر فتحة عدسة اثنين فاصل ثمانية ما عملاحظ تعتيم زوايا كبير ابداً في شوية صغيرة عند الاطراف كتير كتير صغيرة وما بينحكى فيها وايضاً قابلة للتصحيح بمنتهى السهولة بالبروفايل بلايتروم او بالجي بيج بالكاميرا بتتحسن تماماً عند فتحة عدسة أربعة وما عاد بنشوفها نفس الشي بينطبئة على 135 مليمتر 2.8 ونفس النتيجة عند 200 مليمتر 2.8 ايضاً عند فتحة عدسة أربعة وما فوق ما بقى منلاحظ تعتيم الزوايا أبداً أداء ممتاز الحياة ومنختتم مع التشوه اللوني كروماتيك أبيريشنز الحياة من 70 مليمتر فتحة عدسة 2.8 وصولاً لـ 200 مليمتر فتحة عدسة 8 كنت كتير عمدقق وفتش لحتى أشوف شوية كروماتيك أبيريشنز لونة أخضر ضمن هالخطوط الدقيقة هاي إذا منطلع على البنية الأكبر مثل هاي العجلة أو هذا المربع ما في عنا أي شي نلاحظه ولا أي شي ندور عليه أداء ممتاز تماماً بالنسبة للتشوه اللوني بالخلاصة عدسة أذهلتني بمعنى الكلمات فيها كل شي ممكن نحلم فيه من أي عدسة الحدة غياب العيوب البصرية سرعة الأوتوفوكس سهولة الاستخدام الذكاء الكتير بالتصميم وظائف الخارجية المتنوعة الوزن يعني باختصار عدسة فيها كل شي نتمنى بكل المقاييس سوني عملت إنجاز تقني رائع بالسبعين ميتين عم تذكرني كتير بالمئة وخمسة وثلاثين جي ماستر لأنه هديك كمان تحفي تقنية رائعة شكراً تابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لإلكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة والتابعوني على إنستغرام أنا بشوفكم بالفيديو القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة